اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استحقاقات داهمة تنتظر لبنان هذا الأسبوع أبرزها ملف اليورو بوند ومكافحة انتشار فيروس كورونا واليوم جولة في قسم الطوارئ المستحدث لمكافحة الكورونا ومدير عام المستشفى يوضح أن القطاع الطبي في لبنان مجهز بما فيه الكفاية لمحاربة الوباء العالمية التحديثات اللازمة لمواكبة البروتوكول الطبي لمكافحة الكورونا مستمرة في مستشفى رفيق الحرير الحكومي هنا تم نقل قسم الطوارئ إلى مكان آخر وتحويل القسم إلى طوارئ معزول مجهز بمعداد تصوير شوعي وغرف عمليات هذه الطوارئ هي عبارة عن مستشفى مصغرة تم تأهيلها بهبة من الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة أفينة ولما صار حدث الكورونا طلب من الدكتور فراصل أبدا نجهزها فنحن تم التجهيز خلال 24 ساعة وتم عزلة عن كل باقي المستشفى نحن هون محطة هذه الإيقار حولناها إلى ميني هاصبيتل يعني حولناها لمستشفى مصغر المريض بيدخل من محل بنزله الصليب الأحمر بيفوت بيفوت المريض هون بنعمل تقييم سريع للمريض لحتى يتم إدخاله إلى الداخل جوه استحدثنا هلا أنتوا عم تعملوا البرمي استحدثنا غرفة عمليات استحدثنا غرفة لغسيل الكلة استحدثنا مختبر هو دجا أورادي فيه بقلبه اكس راي وفيه بقلبه سيتسكان الطوارئ اللي لقلنا بس وعننا قسم هلا بتشوفوه هون خاص للأطفال في حال استقبلنا أطفال بس يخلص المريض اللي لازم بيطلع على الطابق التالي بكل غرفة مجهزة بي المكانات المطلوبة اللي نهتم بأي مريض كورونا فيروس وعنده مشاكل صحية زائد مشاكل تنفسية حادة بثلاثة يام نحن هلا باثنان وسبعين ساعة هذه العناية الفائقة هذه الواحدة راح تكون راح تكون مجهزة بهذا الضغط الواطئ لنحمي حالنا أكيد ونحمي اللي حوالينا الجولة في الأقسام لا تحتاج إلى إجراءات وقائية يوضح الأطباء المختصون كون الكورونا لا تنتقل عبر الهواء بل بالاحتكاك المباشر بالمرضى مع التأكيد أن الممرضين وضع طباء يتبعون الإجراءات اللازمة للتعقيم فصلت المستشفى كليا عن بعض صار في عنا مستشفيتين مستشفى عم تهتم بمرضى الكورونا يلي إلى طائم الطبية تبعا وطائم التمريدي تبعا ومفصولي كليا عن بقية المستشفى هلأ اليوم نحن نعمل برمي بس بعد ما فيها مرضى بلاب الطواري والطواب يحتزون ويحتزون ما فيهم مرضى فهذا الفيروس ينتقل بالاحتكاك المباشر ما بينتقل بالهواء يعني ما ضروري نحن بهالبرمي نعملها اليوم أنه نلبوس أدوات الحماية الخاصة وهيدا مساج كتير مهم لأنه في نقص عالمي ونقص بلبنان بأدوات الحماية الخاصة اللي عم يكون إليها استعمال غير مبرر وبسبب الحلام تم تدريب الموز تأمين لكل أدوات الوقاية الألبس الوقائية ودربناهم على استعمال الألبس الوقائية وعلى المناسبات لإستعمال الألبس الوقائية يعني كل مناسبة إلى طريقة بشو هي الألبس الوقائية تبعهم أو كيف يلبسوها في تعاون مشان قصة التنظيفات مشان قصة الويست مانجمنت النفايات مشان قصة الغسيل فهولي كلهم حطين حتى ينالهم بروتوكولات ومنعتمدون مدير عام المستشفى الحكومي يوضح أن لحالات جديدة سجلت حتى الساعة نحن في عنا تسعة حالات داخلين على الطابق العزل وهيدول بحالة مستقرة وهناك حالة عاشرة هي اللي وضعها غير مستقر والسبب أنه وضعها غير مستقر أنه هو المريض غير أنه متقدم في السن هو عنده يعني أمراض عضال نحن ما نتطلع بس على لبنان خلينا نتطلع بالعالم خلينا نتطلع بشو عم بيصير بفرانسا بإيطاليا بأوروبا بأمريكا نفسها نحن للأسف هوني صار في كتير تركيز أنه على موضوع الطيارات اللي جاي من إيران وكذلك ما بتصور أنا في طيارات راحة من إيران على فرانسا أو على أمريكا ولذلك نعم نحن نتوقع أنه هناك فيه ازدياد في عدد الحالات بس ما برأيي أنا هيدا السؤال المهم السؤال المهم هو كيف عم نستعد لهيد الزيادة بعدد الحالات وأنا برأيي أنه اللي بيطلع على القطاع الصحي في لبنان هو قطاع متقدم اللي بيجي بيقولك أنه نحن القطاع الصحي عنا متهالك وهذا الكلام صحيح نحن عنا واحد من أفضل القطاعات الصحية في المنطقة اللي نحن عايشين فيها وأكد المدير العام أن الأقصام الأخرى للمستشفى عادت للعمل بشكل طبيعي قيم دير مار مارون عن نية الأبلويس مطر تحدث لأجندة اليوم من الأوتيفي عما حصل مع السيدة التي أخذت ترابا من قبر مار شربل لترسلها لمرضى الكورونا في مستشفى بيروت الحكومية من هالأحد بتفوت صبية قالت لي بدي أخبر حدث قلت لي هالحدث هو أعجوبي قالت لي لأ خبري قلت لي شو صار قالت لي أنا معودي يظهر علي مار شربل وإجهل بالليل ظهر علي وقال لي تأطلع على دار مار مارون عن نية على قبر القديم وراء التمثال بسحة الدار وقال لي تأخذ كمشة طرابة كبيرة حطها بركو كبيرة عبيا ماي وقال ليهم بصفيهم بفلتر طبي وبحطهم بحنجور إزاز وفراجها للحنجور إزاز كيف موديلهم مثل هالموجودين بالفرماشيات وقال لي بتأخذي هالحنجور وبتروحي على مستشفى الحريري وبتفوتي على جناح الموجودين فيه مرضى الكورونا هلأ بتأخذ هال وبتروحه هوية بفرجيها على الجناح وبفرجيها على الدكتور اللي بدأ يسلم منها للحنجور كل مريض بالكورونا بس يخل نقطة منه بيشفى هلأ الحدث بحد ذاته ولمشلاء أول مرة بيصور فيه شفاء بطراب مار شربل لأنه بتعرفوا بطراب مار شربل مشبع من أشعة اللي كانت تطلع منه وخاصة بعد دفنه بسنة الـ 98 بأربعة شهر أنوار روحانية صرت تشع من قبره لا حيطان القبر يحجبوها ولا طرابل على سطح القبر يحجبها يعني هلأ نوار هايدي هالطراب مشبع من الأشعة اللي كانت تطلع من مار شربل لذلك كتير من الألاف من العجيب صايرين بطرابية مار شربل فجأت أنا أنه انتشر دغري الخبر ومثل بولدناج انتشرت بالعالم كله سواه بإفريقيا بأستراليا وحتى صار يجينا اتصالات من أستراليا لأنه كل الناس موجوعة وكل الناس خايفي بدأ فسحة أمل مار شربل أكيد يعني يعطينا فسحة الأمل ترجعنا للرب يسوع وفي العالم أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع من جاتها أعلنت السلطة الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس داخل البلاد إلى 1912 والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا فيروس كورونا لا يزال يشكل الخطر الأبرز على عدد كبير من الدول واليوم أعلنت السلطات الأمريكية عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد مشيرة إلى أن حالتين بينهم تعود لزوجين سفراء إلى مصر مؤخرا وقالت إدارة الصحة العامة لمقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في بيان نشير اليوم إنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات الجديدة في المقاطعة إلى سبع حالات أما في إيران فأعلنت تهران وفاة محمد بير محمد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران جراء إصابته بالفيروس وكانت والدة محمد توفيت في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها في المقابل أعلن نائب وزير الصحة الإيرانية علي رضا رئيسي عبر التليفزيون الرسمي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1500 حالة والوفيات وصلت إلى 66 حالة في غضون ذلك أعلن الرئيس الإندونيسي أن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا بعد أن خلطتا إمرأة يابانية مصابة لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا ويأتي اكتشاف الحالتين بعدما أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ومخاطر وجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع جنوب شرق آسيا وفي كوريا الجنوبية وصل عدد المصابين الإجمالي إلى 4000 وفي دييغو وحلها إلى 3000 مع وفاة 29 شخصا أما في الصين معقل انتشار الفيروس فذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها رصدت 222 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد يوم الأحد وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80.026 حالة وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2012 في نهاية يوم الأحد ووقعت حالات الوفاة جميعها في إقليم هوبي بالانتقال إلى الأخبار السياسية استقبل الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الدولة للعدل في اليابان يوشيني هيرو يوكي على رأس وفدن في حضور وزيرة العدل ماري كلود نجم وعرض معهم العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة الرئيس عون أكد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع اليابان وأكد أن قضاءه سيادي واختصاصه مطلق على الرعاية اللبنانيين والمقيمين على أراضيها وقال ليس بين البلدين أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد ولبنان راسل اليابان في موضوع كارلوس غصن ولم يلقى أي إجابة رسمية وأضاف نرغب في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في قضية غصن على صعيدا آخر عرض رئيس الجمهورية مع النائب روجي عزار حاجات منطقة كسروان لفتوح رئيس الحكومة حسان دياب أكد عقب لقائه السلك القنصلي في لبنان أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات ماصرية في الأيام المقبلة ودعا أعضاء السلك إلى المساعدة في ورشة الإنقاذ لأن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى تضافر جهود الجميع للنهوض من جديد هذه الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار وهي تعمل على تخفيف لهيبها كي لا تحرق الترابة كما بعد أن أحرقت الأخضر واليابس لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير إن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة وهو قرار حساس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل أيها السادة صحيح أنكم تمثلون دولاً عديدة في لبنان لكنكم لبنانيون أولاً وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أنكم ستساهمون في ورشة إنقاذ لبنان كل من موقعه سواء القنصلي أو الاقتصادي أو الشخصي فكلنا مسؤولون عن بناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة نتابع النشرة وبعد الفاصل سنبدأ بدفع الشريم سنبدأ بدفع التعويضات للملفات العالقة أهلاً بكم من جديد أنهى النائب العام المالي القاضي على إبراهيم والمحامون العامون الماليون الاستماع إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لأربعة عشر مصرفاً لبنانياً حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي والتي قاربت 2.3 مليار دولار أمريكي وتركز التحقيق بحسب مأفادة الوكالة الوطنية للإعلام على أمور أخرى أيضاً أبرزها عدم تمكين المودعين من الصحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان بالإضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروباند اللبنانية إلى الخارج ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع إلى مسؤولي باقي المصارف ويطلع نائب العام التميزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة صورة لبنان الغاد يجب رسمها اليوم فليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده تأكيد من رئيس جمعية المصارف سليم صفير في حديث إلى بلومبرغ في إشارة إلى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريبا اعتبر رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير في حديث لبلومبرغ أن المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها أجبرت على استنفاذ أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيول لمدعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة وأضف سفير أن الحكومة استبعدت المصارف الذين يحتفظون بمعظم سندات اليورو في البلاد منذ أن ظهرت مسألة السداد وإن النتيجة الإيجابية غير محتملة إذا ما تم اتخاذ القرارات تحت الضغط وأشار سفير إلى أننا ما زلنا نعتقد أن مقاربة حكيمة للأزمة الاقتصادية والمجيبات المالية تجاه المجتمع الدولي أمر ممكن في حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الإصلاحية اللازمة وسياسات إعادة جدولة الدين المطلوبة ويبقى الحل الأفضل بحسب سفير لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليورو بوند والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين وقد يكون حاملوا سندات الدين مستعدين للموافقة على هذه المبادلة في حال نجحت الدولة بإقناعهم بحسن نيتها في تنفيذ الإصلاحات وتطبيق خطة موثوقة تعهدت وزيرة المهاجرين غادة شريم في مؤتمر صحفي بعد لقائها رئيس الحكومة حسان دياب أن يتم أغلاق ملف المهاجرين في هذا العهد نهائيا وأضافت أنه فور تسلمها مهامها بشرت بالعديد من اللقاءات لوضع إطار عام للعمل من خلاله على مباشرة دفع التعويضات من الأموال المتوفرة حاليا في صندوق المهاجرين تبيلنا أن هناك حوالي 1049 ملف مستكملين إداريا وفنيا بيقدروا يستفيدوا من هذه التعويضات وبما أنه ملفاء الترميم والأعمار سابتين بكل الخطط الممكن ندرسها في سبيل إنهاء الملف بيعتبروا أولوية للمواطنين وبما أنه وضع الناس الاقتصادي والمالي اليوم مثل ما بنعرف خاني وبما أنه هالأموال مرصودة بالسندوق قررنا بالمباشرة بدفع هالمستحقات قبل الخطة واكتمال الخطة المتكاملة اللي عم ندرسها واللي رح نعرضها على مجلس الوزراء قريبا لكن بذكر بما أنه الترميم والأعمار صالحين بكل الخطط أخذنا قرار مباشرة قبل اكتمال الخطة أنا أكد لك ومسؤولي عن كلامي أنه ما رح خلي ولا مسؤولي يدخل بالملف خلص مفروض كل صاحب حقه بياخد حقه وأنا ما عندي أبدا 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 أي أفضلية لحدا عندي أنه في ملفات أصحابه بيحقلهم ياخدوا مصرياتهم صحتين على قلبهم المهم يكونوا الملف مكتمل ونضيف وإذا تبين لألكم أنتوا وسائل الأعلام أنه عم فيه إيد وإجر أنا بتمنى تراجعوني ومستعدة جاوب على كل جواب هلأ التايم التايم في عدة معوامل نحن عم نمشي تباعا مثل اللحظتي هلأ في ملفات جاهزة بعدين تحت العشرة وبعدين الأكبر والأكبر بيرجع لأديش بتتوفر سيولي بالسندوق إنما ما بيمنع وأنا هذا بقوله لأول مرة أنه نحن هالملفات الموجودة بالوزارة من نظفة ومن نقية ومن حتى كلها بالسندوق ولم يكون دفعنا لقدرنا دفعنا وبعدين أنا بيصير عندي عدد واضح ومبلغ ثابت لا بيطلع ولا بينزل بصير فيي إذا بيخد هالملف كامل عجي هات المانحة أو حتى على الدولة وبقوله نفولة ما فيه لا أكتر ولا أقل فيها الأدو هاي الملفات مدروسة هايدي بمرحلة أخيرة بس هلأ شو فيي يسر الناس ما رح أتأخر مؤتمر صحفي ومشترك لوزير الصناعة عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين لبنانيين فادي لجميل حب الله أكد أن من واجب الدولة تأمين الأموال اللازمة للصناعيين ومن جاته شدد لجميل على أن القطاع الصناعي أطلق أكثر من نداء للمطالبة بتأمين المواد الأولية لا يمكن لبلد أن يقوم إلا على الإنتاج بعدين البلد اللي بيضع الفوايد بحدود 12 وال14 وال16 وال18 وال20 عم بيشجع الناس أنه ما تستثمر بأشي جديدة حطوا مصرياتهم بالبنوكة وبلا ما تعملوا شيء وهيدا ما بيعمل إلا بنيم البلد بنيم الإنتاجية وبيخليني أكتر وأكتر اعتمادا على الخارج واضح جدا أنه صار فيه استنسبية كثير من قبل المصارف في المرحلة الماضية هيدا لن يسمح فيه بالنسبة للأموال التي حجزت أو تؤمنت أو السيول اللي أمنت للصناعة سنضع آلية إن شاء الله أنه تحمي الصناعيين من الاستنسبية هلأ نحن صلنا خمس تشهر عم نطالب بمواد أولية بدنا بأسرع وقتين وضع آلية تشفي الغرض من شان نوصل للحل المستدام ليصير نقدر نأمن حاجات كل الصناعين بالمواد الأولية حين تترتب الإجراءات والصناع يعني المواد الأولية هي أولوية الأولويات وبالمواد دبير المواد الأولية عم بيشغل عدة حلول ما عليه أشار إلى بعض الحلول عم بيشتغل عليها دولة الرئيس فيه كمان حلول اتنين بلاتفورم وغير فيه بلاتفورم عم بيشغل ليكون بيّنوا هول بدون وقت عم نقول نحن موضوع داهم وبدنا إيه بسرعة صلنا من شهر من 23 أيلون عم نحكي عن المواد الأولية يعني صلنا تقريباً خمس تشهر مش نيك هيدا تدبير مرحلة منرحب فيه ونحن نقرأ بكل إيجابية لأنه بريتش يعني مرحلة عبور لنوصل للحلول بقى نحن هلأ رح نشتغل كلنا سوا لنأمن الحلول المستدامة النشرة مستمرة وبعد الفاصل نصر تضيء معالمها بألوان على نصير من الأو تي في نتابع النشرة في التطورات السورية أمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس المقبل أما ميدانيا فأسقطت تركيا طائرتين حربيتين سوريتين فوق إدلب أمس وقصفت مطارا عسكريا يبعد عن خطوط مواجهتها في تصعيدا كبير لعملياتها العسكرية بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي ونشرت تركيا ألاف الجنود والمركبات العسكرية في محافظة إدلب خلال الشهر الماضي لوقف تقدم القوات الحكومية السورية الذي أدى إلى نزوح مليون شخص إلى مناطق قريبة من الحدود الجنوبية لتركيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي خوض حرب ضد أحد لكنها في الوقت نفسه تخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى حتى عن التفكير بشني حرب عليها بوتين وفي حلقة جديدة من برنامج عشرين سؤالا لفلاديمير بوتين لوكالة تاس ذكر بأن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الميزانية الدفاعية بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان وأضاف فضلا عن ذلك إنفاقنا العسكري ينخفض من سنة إلى أخرى بينما إنفاق الدول الأخرى يتزايد في الخبر الأخير أضاءة مصر واجهات قلعة صلاح الدين في القاهرة ومعبد الكرنك في الأكسر ومعبد فيلا في أسوان بلون علم الصين تعبيرا عن تضامن شعب مصر مع الصين وشعبها في مواجهة فيروس كورونا وذكرت وسائل إعلام محلية أن البادرة جاءت بناء على توجيهات من وزير السياحة والأثار المصري خالد العنالي من جهتها أكدت وزيرة الصحة المصرية أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية ومع هذا الخبر نصل إلى ختم النشرة شكرا لحسن المتابعة ونلتقي مجددا في النشرة المسائية للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وفيسبوك وتويتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة